متابعي قناة المجلة الكرام يقول الله تعالى في محكم تنزيله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة فليس هناك أحد محصن من الموت وكذلك هو الحال مع رواد الفضاء فقد يأتيهم الموت وهم في خضم مهماتهم الفضائية لكن السؤال الأهم ماذا تفعل وكالة ناسا لو توفي رائد فضاء في محطة الفضاء في البداية لا بد من الإشارة إلى كون هذا سؤالا افتراضيا لأنه حتى الآن لم تسجل وكالة ناسا وفاة أي من روادها خلال مهماتهم وكذلك لم تسجل وفاة أي من رواد الفضاء الروسيين لكن الروسي فلاديمير كوماروف كان أول رائد فضاء يتوفى أثناء عودته إلى الأرض بسبب ظروف الغلاف الجوي فمعظم الحوادث تحدث في الغلاف الجوي أكثر من الفضاء خاصة عند الهبوط والإقلاع وبالعودة إلى وفاة محتملة لرائد فضاء على متن محطة الفضاء فما الذي سيحصل في هذه الحالة؟ هناك عدة أمور لن يتمكن زملائه الآخرون من القيام بها أولا لن يتمكن من وضعه في صندوق أو دولاب تبعا للمخاطر النفسية والجسدية الكبيرة التي قد تحصل ثانيا لن يتمكن من بناء مقبرة في الفضاء فهو أمر سيكلف وكالة ناسا ملايين الدولارات وهو أمر لا تخطط وكالة ناسا للقيام به أصلا فرائد الفضاء المتوفى ربما يهلك معظم جسده قبل وصول مكوك فضائي مأهول إلى محطة الفضاء الدولية ثالثا ليس من الممكن دفع الجثمان وإلقاؤه في الفضاء مباشرة كما حصل في سلسلة ستار تريك فهو أمر لا تتوقعه من رواد فضاء تجاه زميلهم المتوفى كما أن محطة الفضاء الدولية تمنع إلقاء أي مخلفات في الفضاء لأنها قد تصطدم أو تتداخل مع الأجسام الأخرى الموجودة في المدار إذن مع كل تقدم كيف تتصرف وكالة ناسا تجاه هذا الأمر أفضل ما سيتم القيام به هو إجراء تم الاتفاق عليه مؤخرا بين وكالة ناسا وشركة بروميسا وهي شركة لدفن الموت بطريقة صديقة للبيئة ويطلق على هذا الإجراء عودة الجسم ويتم بموجبه وضع جثمان رائد الفضاء المتوفى في حقيبة وربطه بإحكام وتجميده في الفضاء مع الموظمة على الحركة الاهتزازية له بشكل متواصل حتى يتفتت إلى أجزاء صغيرة ليتحول بعدها إلى مسحوق وهكذا ينتهي حال من يتوفى في الفضاء مجرد مسحوق نتمنى السلامة لكل رواد الفضاء الذين أسهموا ويسهمون في مجال التطور الإنساني نتمنى لكم قضاء وقتا طيبا وممتعا مع قناة المجلة لمشاهدين الجدد اشترك الآن كي يصلك منا جديد الفيديوهات